تعالوا نروح نشوف أجواء الفرحة ونعيشها سوا مع أعضاء أهل الشيخ زايد والزميلة مريم سميح مرحب بيك مرة تانية كابتن أيمان مرحب بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وطبعا يعني التحية موصولة لكل طبعا كابتننا الكبار في الستوديو التحليلي ألف ألف مبروك النادي الأهلي بطلا للسوبر المصري بعد التغلب على بيرمتز بنتيجة 1-0 طبعا من ضربة جزاء لنجمنا نجم الندي الأهلي علي معلول طبعا من داخل الفرحة الندي الأهلي بالشيخ زايد فرحة كبيرة يعني بتعم على جماهير الندي الأهلي من داخل الفرحة الندي الأهلي بالشيخ زايد ولنا بقى النهار ده إيه رأيك في المباراة؟ مباراة صعبة جدا قوية جدا غير ما توقعناها الحقيقة رأيك إن نهار ده مدرسة يعني سويسرية ومدرسة بروتغالي ما بين كولر و باتشيكو تقول ايها مباراة اليوم الف مبروك علينا السوبر والف مبروك على كل جمهار النادي وكل النادي وكله بس بصراحة مدير فني راع جدا دار المباراة بتكتكيها انجامت في الاول ما كانش مستعجل على الكورة وهيدي وكانت اللعيبة بتلعب براحتها خالص وكانت كل اللعيبة بصراحة بتلعب رجولها كل اللعيبة كانت بتلعب واسكة في نفسها وما فيش اي توطر ولعيبة بجد لعبة اللعب مبرارة برجولها كاملة والحمد لله قادرنا نحقق الفوز وان شاء الله ان شاء الله البطال افريقيا بتاعتنا ان شاء الله واللي ما جايش نقول له ادعبها والف مبروك علينا سوبر ان شاء الله طولي النهاردة كنتم طاقة ان احنا نروح لأكسترا تايم في المباراة ولا كنتم تخيل الندي الاهلي يعني موت المباراة من الاول والشوط الاولاني او التاني رأسي واللهي هو الماتش كان معقد يعني كان الفريق الاهلي بيلعب بتكتيك معين والفريق بيرمز بتكتيك معين فكان الماتش معقد ما كانش مفتوح فكان متوقع ان احنا نروح اكسترا تايم بالصراحة الشنو النهاردة اطلقяз لك معنا ولعب معنا بأداء رجولي رجولي صراحا يعني أداء كان الفترة الأولية ما كانش على مكانش على قد كده فمحمد لله النهاردة المباراة كانت كويسة جدا 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 بأداء الشنوة أداء اللعبة كلها إن شاء الله كان أداء كويس جدا وإن شاء الله السوبر والدور إن شاء الله عندنا إن شاء الله السنة شايف إزاي النهاردة التشكيل لوضعه مستر مارسال كولر للمباراة خاصة أن احنا ضيعنا فرص كتير جدا كنا قدرين أن احنا نهل المباراة من الأول لعبنا الحقيقة لعب كبير جدا ولعبك كانت على قد المسؤولية رأيك إيه النهاردة في تكتيك طبعا كولر في المباراة التكتيك كان كويس جدا والتشكيل كان مفاجئ أنا كنت متوقع أن كرابة يبدأ المباراة بدأ بالقندوسي وما كانش هاي بالموقف خالص بالعكس كنت حس أن هو بيلعب مع الأهل من مدة ومن مدة كبيرة يعني الحقيقة الماتشة كان بقيت بعض النسلة كانت موجودة الماتشة كانش سهل بيرمز كان عنده طموح أنه يأخذ بطولة لأول مرة في حياته وأعتقد مش يعني إن شاء الله نتمنى لكل الفرق المصرية يعني إن شاء الله تأدي كويس ويبليها سمعة لكن طبعا النزعة الهجومية والخطة والتكتيك اللعبي والتوازن اللعبي الحقيقة كان أكثر من رائع بطولة جديدة بتضاف لدولاب نادي الأهلي وألف ألف مبروك لحضراتك كابتن عيمن والنجوم الموجودين كابتن محمود الخطيب رئيس النادي ومجلس الإدارة والجبر الكبير اللي جوه النادي والبرا النادي فرحة عارمة بصراحة بمنطقة الأمانة وفوز له طعم خاص فوز له طعم خاص كل سنة وتصابين جميعا وألف مبروك لكل الأهلوية شايفين نهاردة يستحق منه زمان؟ طبعا الشناوي لأنه هو حارس عالمي وحارس قوي جدا بيدي فريق الأسباقية للبطولة النهاردة عايزين نقول لأهلي كان حاضر بقوة قوة كبيرة جدا الأهلي قادر يسعدك الأهلي قادر يفرحك فضل الله قاعدين متطمينين على الأهلي بقى خلاص دكة قوية وفريق قوي المدرسة السويسرية النهاردة تكسب وبنقول لفريق بيراميدز وجودك النهاردة في المباراة ادها قوة وجود بيراميدز النهاردة في السوبر خلنا اتفرجنا على أحلى سوبر تلعب في العشرين سوبر اللي تلعبوا مبروك للنادي الأهلي وإن شاء الله إفريقيا يا أهلي احنا نادي الأهلي نادي كبير خلاص البطولة بنقفل صفحتها في ساعتها ونفضح الصفحة الجديدة والأفريقيا يا أهلي مبروك لمجلس الإدارة بقيادة الكابتن الكبير محمود الخطيب بنحبه كأعضاء النادي ومبروك للعباتنا النهاردة مبروك للمدير الفني فوز على بيرامز الحياة فوز مستحق عملوا مباراة كبيرة جدا قدامنا دي بيرامز رسالة توجهة للرجال تنادي الأهلي بسم الله الرحمن الرحيم أحب أوجه التحية لجميع العب الأهلي النهاردة وخصوصا للكابتن الشناوي اللي ما خلاش ولا سقطة ولا لقطة وأحب أبالك للكابتن محمود الخطيب وأقول لقدرها ناجحها وإن شاء الله أفريقيا للأهلي أفريقيا للأهلي بأمر الله تعالى واللعب أقد اللي عليهم بصلاحة لعب الأهلي بالأجيال فاتت ما شفناش التواصل مع اللعبة قوي أكتر من النهاردة وبقوله الكهرباء يا كهرباء أنت بكهرب الدنيا كلها والناس كلها زعلانة منك يا كهرباء أنت بكهرب الدنيا كلها تقول النهاردة الكابتن شناوي بعدما تصد الحياة لثلاث انفراضات حقيقية خلال المباراة أولا مش جديد على كابتن محمد الشناوي كابتن محمد الشناوي أحسن حارس في مرفف أحسن حارس في أفريقيا أحسن لعب في أفريقيا مش أحسن حارس بس هو الميزة أن الكابتن مدرب الفريق كولر اتعامل مع المباراة بالزكاة أنه استدراجه من الوقت الإضاف لأنه عرف أنه مجهدين وجايين من رحلة طويلة ولعبين مباراة جامدة وجايين من صفر فطبعا استدراجه من الوقت الإضاف والوقت الإضافي طبعا الأهلي اللي يقل بدنا فرقت مع تغييرات اللي نزلت بنصف الملعق في الفرقة فكانت فيه فرق بين أو أن الأهلي عنده عايز يكسب الأهلي نازل يكسب مش نازل يلعب مش نازل عشان خضر بالعبشة غير على المكسب وإحنا جمهوره تعودنا نكسب أي تعاعده الأحيب ما نحبهاش تعودنا نحب المكسب بس فألف مبروك وألف مبروك لمجلس الأدارة والجمهور النادي الأهلي وكل أعضاء النادي الأهلي وكل جمهير النادي الأهلي ومبروك لمصر كلها المنظر الجميل ده حاجة تفرح شكرا لحضر طبعا يا كابتن أيمان زي ما أنت تابعت معنا دي كانت فرحة طبعا جمهير النادي الأهلي وعضاء النادي الأهلي من داخل فرح النادي الأهلي بالشيخ زايد شكرا لك مرة تانية العودة لك مرة أخرى وألف مبروك النادي الأهلي باطلا للسوبر المصري